ولسا مكاملين مع بعض في نهارك سعيد ولسا مكاملين مع بعض في فقرات نهارك سعيد وصلنا دلوقتي لفقرة مهمة جدا جدا في ناس كتير قوي مش فهمها في ناس كتير قوي فهم الموضوع غلط هني كلم نهاردة عن جودة التعليم عن بعد في ناس كتير فهم ان التعليم عن بعد هو انه حد مثلا قاعد في الريف والدكتور موجود هنا في الجامعة وفي مركز وساطة بينهم بيوصل لهم المعلومة من هناك لهنا لا التعليم عن بعد ده هو بيبقى في نفس اللحظة وبكفاءة عالية جدا برضو في ناس فهمة انه التعليم عن بعد هو كفاءة اقل او ان الجودة بتاعته بتكون اقل في حاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا هنعرفها عن موضوع التعليم عن بعد نهاردة في فقرتنا مع ضفتنا اللي موجودة معنا النهاردة في الستوديو الدكتور سوناتا محمد هي دكتورة في جودة التعليم صباح الخير يا فاند صباح الخير طبعا موضوع التعليم عن بعد فيه تفاصيل كتير ناس كتير قوي مش فهمة حاجات كتير قوي تخص الموضوع في الاول عايزة اعرف ايه هو التعليم عن بعد وهل هو موجود في مصر بكثرة ولا لا احنا اول ما بنقول تعليم عن بعد بيجي في دماغنا على طول الانترنت مضبوط وانه فيه حد قاعد في حتة واللاكتورز او محاضرات بتتعامل عن طريق ان هي متسجلة بكفاءة وهو بيشوفها ده مش تعليم عن بعد هو جزء من تعليم عن بعد ان احنا نستخدم فعلا وصاية المتعدلة زي الانترنت وزي محاضرات اللي متسجلة من قبل كده او اللاكتورز متسجلة قبل كده وان احنا نطلعها ونعرفها او بعدين بس كمان فيه حضور تعليم عن بعد فيه حضور جزء الاهم اللي احنا ما بنحطوش فيها اعتبرنا ابدا ان التعليم عن بعد ده ممكن يكون بس في الجودة بتاعت التعليم يعني جمع موجودة الطلبة بيروحوا الدكاتورة موجودين المحددات بتاعة الجودة او الستاندردس اللي احنا ماشيين عليها والمعايير هي دي اللي جاية من برا بس انا عايز اقول انه وقت ما حصلت انفلوانزا الخنازير مثلا طرح موضوع التعليم عن بعد على اساس ان هو وقاية للناس الناس بهمت من خلاله ان الناس مش هتنزل تروح جمعة او منشأة تروح تتعلم فيها بل هو حاجة انت قاعدة فيها في البيت ممكن ستة كبيرة ممكن حد مش قادر يتحرك يتعلم وهو قاعد في البيت لو هو عايز يقرر بعد كده ان هو يكمل في اي حاجة بعد كده بيكملها ده صحيح ولا مش صحيح لا هو طرح ساعتها ان احنا نستخدم المحاضرات المسجلة مسبقا او ان احنا نستخدم الانترنت في انه يبقى الطلبة موجودين في نفس الوقت اللي الدكتور بيشرح فيه ده في مكان وده في مكان والغياب بيتاخده الحضور بيتاخده بتتعامل ان لاين كمان هما بيعملوا الاسايمين في ساعتها وتتصلح في ساعتها وبيقض حضوره في نفس الوقت نكمل بقى التعليم عن بعد ما هو التعليم عن بعد التعليم عن بعد هو استخدام اي وسطة او طريقة او محددات ومعيير للجودة بس ما تكونيش في نفس الوقت ده يعني ما تكونيش في نفس المكان يعني بمعنى انه ممكن قوي زي ما احنا بنقول الانترنت ممكن المحاضرات المسبقة المسجرة مسبقا ممكن كمان ان الجامعة تبقى موجودة والناس موجودة فيها بس الجودة بتاعتها معيير الجودة بتاعتها والأكريدتيشن من برا مصر انا عايزة فهم اكتر برضو بمعنى انه انا برضو التعليم عن بعد هو انه برضو بحضر في الجامعة سي دلوقتي انا في جامعة كذا بروح الجامعة الحاجات اللي بتفوتني بقدر اشوفها من خلال الانترنت مظبوط تاني حاجة بروح احضر وبشوف المحاضرات بتاعتي وبيتاخد عليها الاسايمنت ولما بروح ايه اللي بقى اللي بيحصل اللي بتروحي بتذكره بتعمل الاسايمنت بتاعتك وبتيجي تاني الجامعة وتحليها فيه اسايمنت بتبقى اونلاين امال ايه فكرة التعليم عن بعد هي فكرة التعليم عن بعد انه ممكن يستخدموا الانترنت وممكن يستخدموا محاضرات المسجلة وكمان ممكن يستخدموا ان الجامعة تبقى موجودة بس هي بتاعتها موجودة برا يعني الجامعة موجودة في مصر بس هي اصلا جامعة انجليزية فرانساوية هل فيه انواع للتعليم عن بعد ولا مفيش هو فيه انواع للوصائط اللي بنستخدمها عشان تعليم عن بعد يعني اين وصائط زي الانترنت زي التسجيلات زي انه يبقى اكرادت من حتى تانية زي انه يبقى فيه ما بين جامعتين والجامعتين موجودين والتي تقدر يتحضر وتخدي شهدتين ما بعد مميزات وعيوب التعليم عن بعد عايزين نعرفها وعايزين نعرف سبب اطلاق فكرة التعليم عن بعد احنا قلنا دلوقتي الوقت كان انفرونزا الخلاص دي بس اكيد كان فيه من قبل كده او من قبل كان فيه خطوة قبلها عايزين نتكلم نعرف ايه هي الاسبات دي وعيوب ومميزات هذا التعليم بس مميزات وعيوب ممكن تلاقيها زي ما نقول ان ده هو الكاين اللي ليها والشين يعني هو التعليم عن بعد سهل اسهل ده ميزة وعيب اسهل اه اسهل طبعا الميزة بتاعته انه هو اسهل للطلبة وفي نفس الوقت عيب لانه ممكن من كتر سهولته يتخذ على انه اقل جودة وده حقيق برضو الناس تبقى فهمة بقى معايا قوي اسهل في ايه اسهل في انه محددات الجودة بتاعته بتكون بشكل عام اقل محددات الجودة اه المعايير بتاعت الجودة الاساسمنت لمعايير الجودة كمان اقل قوليلي بقى ايه هي معايير الجودة لأ معايير الجودة دي بتختلف باختلاف الجامعة او باختلاف المكان خلينا نكلم عن معايير الجودة بشكل عام في التعليم انه لازم الطالب ياخد اكتر حاجة تقدر يتديهاله في السن بتاعه ده وتقدر يتعملي بشكل معين وفي الوقت ده تقدر يتعرفي منه قد ايه انفرميشن عند الطالب دي اكتر الفوائد اللي ممكن نخدها من التعليم عن بعد ولا في فوائد اخرى دي من معايير التعليم بشكل عام طيب الفوائد ايه الفوائد اللي ممكن او عن بعد طبعا اكيد اوكي الفوائد انه طبيعي طبيعي ان انت بتستخدمي وصايت كتير جدا فبيبقى عندك التشويس كبير عندك مجال واسع جدا تختاري منه احنا مش بس عندنا كتاب بنذكر الكتاب وبنحل و بنروح نمتحن لأ احنا عندنا كمان احنا نقدر نعمل 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 كل الحاجات دي نقدر نعمل ده كله و احنا بعيد جدا من غير ما ندخل في الكتاب و هو بس ان احنا نقرأ و بس لا لا احنا عندنا الاكتيفتي نحنا نشغل ايدينا و نشغل عقلنا و نقدر كمان نشوف كل المحضرات العالمية اللي ممكن تكون بتحصل في اي دولة بعيدة عننا من خلال الانترنت طيب يحصل و فيه بيبقى فيه اتفاقيات ما بين الجامعات وبعدها بكتبه هل فيه شروط او معايير معينة بتبقى محطوطة لأي حد عايز يلتحق بالتعليم عن بعد و ازاي اصلا بيلتحق عنه اكيد السورتافكتس طبيعي لان انتي بتبقي خرجة من مدرسة يتبقي بعد المدرسة على طول طبعا معظم التعليم عن بعد فيه هومسكولينج في المدرسة بس احنا عندما هنا في مصر مش عارفينه قوي و مش معترفين بي مش معترفين بي لكن برا موجود نعمل هومسكولينج و يجيب انتحنه في اخر السنة وكلام ده كله احنا ما عندناش ده ليه ما عندناش رغم اللي حراجوا يتقولين هو موجود في مصر بقى الفاتحة موجود في الجامعات مش موجود في المدرسة اللي موجود في الجامعات دهوقتي احنا بناخده بطريقة يعني سطحية شوية ده بيخليه فعلا اقل جودة عايز اعرف لما احنا ناخده بسطحية يكون اقل جودة لو احنا ادينا له اهتمام اكتر ايه الجودة العالية اللي ممكن يوصل لها ويكون احسن بكتير من التعليم العادي انه انت بتنقلي حضرات وبتنقلي ثقافة وبتنقلي خبرات من كل بلاد العالم في سواء صحيح ما هو مظهوصة عايزين نطور بقى القصة احنا التعليم عن بعده موجود في مصر حد التعليم يعني فيه ناس كتير قوي ما عندناش فكرة اساسا عن الموضوع ده انه التعليم عن بعده موجود في مصر قوي يعني ازاي ممكن نطور التعليم ده ونديله اهتمام اكتر بحيث انه فيه ناس كتير جدا ممكن تستفيد منه اللي عندهم اسباب واللي عايزين يجربوا الموضوع هو اول تطوير انه يحصل زي مؤخاء او اللاينس ما بين التعليم عن بعده والتعليم في مصر فما بيبقوش بيحربوا بعض يعني الجامعات اللي عندها سيستم التعليم عن بعد موجودة موجودة كتير في مصر كمان الجامعات خاصة ولا جامعات كمه لا كله خاصة خاصة طبعا دول لازم يكونوا موجودة وزارة التعليم العائلة لازم تاخد الناس دي بشكل جدي شوي لازم تحاول انها تجيهم من خبراتها يبقى فيه معايير معينة للجودة او محددة للجودة بتاعت الجامعات دي وتتنفذ وتتطبق فعلا هل من ضمن الاسباب اللي مخليها انه الناس مش مهتمة قوي بتعليم عن بعده هو انه مش موجود في مدارس حكومية او جامعات حكومية مثلا فبتحيسي انه هو هو مكلف بتقول يعني انه هو اقال لكفاءة هو اقال لكفاءة ومكلف مكلف جدا اقال لكفاءة الخاصة بس هي اللي بتستعين بي بشكل عام حريق بتقوليه عشان نطوره لازم يكون فيه طبعا محتاج ميزانية اكيد عشان يتطور بيتطور ازاي يعني انا عايز اعرف شكل التطور بتاعه بيكون واقع على ايه هو احنا عندنا مسلس لازم نشتغل به كده كده فيه المدرس او الدكتور بتاع الجامعة فيه الطالب فيه المنهج كل دول لازم يمشوا ومشوا مع بعده في نفس الاتجاه زي للآي تي بقى اللي احنا بنساعد به كل الكلام ده انه لازم يكون فيه كفاءة شديدة وعالية جدا جدا للآي تي هل ممكن تحصل معادلة مثلا لو حد بيدرس من هنا عن بعده في حاجة برا من حاجة عن حاجة برا وبعده ما خلاصة قرر ان هو يسافر يكمل دي معادلة ممكن تحصل بتكون احسن في الحالة زي دي ولا بتكون تكويلة عادية بيحصل انه لازم تكون المناهج اللي متاخده دي مناهج اكرادتد وموجودة برا وتقدر تتعادل بسهولة طب المشاكل اللي بتقابل خارجي التعليم عن بعد هنا في مصر معادلة شهاداتهم في مصر طبا دي مشكلة كبيرة جدا عشان كده لازم بنقول انه تزد التعليم العائلية لازم هي اللي تاخد دول يعني معاها وتتلع بيهم خصوصا في الشغل لما تيجي تتقدمي بشهادة زي دي ممكن يقولك البلد مش معترفة بيها فاذا هي اقل كفاءة لا هي اقل كفاءة عشان سوء العمل هما ما بيدرسوش سوء العمل واحتياجاته قبل ما يبتدوا يعدوا المناهج دي مشكلة فعلا كبيرة طب ايه الحلول اللي مطروحة لتطوير التعليم عن بعد هل في حلول فعالية مطروحة دلوقتي ولا لسه الجهات المعناية مش واخد بالها من الموضوع ومش مدياله اهمية الكبرى مش مدياله اهمية كبرى لكن الناس اللي بتعمل حاجات خاصة وجامعات خاصة هي اللي بتقدر تعمل التطوير التطوير ده اه انه لازم يعملوا بيعملوا انالسز للسوق للماركت شوفوا سوق العمل محتاج ايه بالزبط ويدول الخرجين بنسبة قد ايه تقريبا هنا في مصر بيتعلموا تعليم عن بعد قليلين قوي قليلين جدا اه قليلين واياك في استانا احنا نقول لهم جماعات خاصة يعني جماعات خاصة ومش كتير كمان ده قليلين جدا بس احنا برضو هي موجودة بقى في شكل تاني ان معظم الجماعات الخاصة بتبقى عاملة اتفقيات مع جماعات علامية اه عشان ممكن يكملوا بعد كذلك بزا بتقدروا يكملوا يقدروا الشهادة ياخدوا شهادتين شهادة من مصر وشهادة من بلد تانية لو لما ياخدوها ويجوا هنا بقى يشتغلوا ايه اللي هيحصل لو هي شهادة معادلة لو هي شهادة معادلة هيجوا يشتغلوا بسهولة جدا خاصة لو هما خارجين جامعات خاصة لانها بتدي كفاقة اعلى لما بتكون بتدي شهادة دول طب كويس جدا انا دلوقتي شخصية مثلا لو انا في المدرسة وخلص خلصت وعايز اخش الجامعة وعايز اروح اقدم في التعليم عن بعد from A to Z عايز اعرف انا هعمل ايه بتروحي بشهادتك ببقى فيه دايما شهاد المدرسة اروح بيها بيكون فيه دايما مقر معظم الجامعات دي داخلة تبع التنسيق تمام لكن الجامعات اللي هي الجامعات اللي معها ال double sulta template اللي هي بتدي شهادة من هنا في مصر وتدي شهادة من بر بتدي موجودة في التنسيق عادي بتروحي تقدمي عن طريق التنسيق عادي بتيجي بتدرسي المواد اللي مش موجودة هناك زي التاريخ مثلا لا هو بشكل برضو عام ان الناس لما بتاخد حاجة موجودة عن تعليم عن بعض او شهادة مش مصرية ما بتدرسش الحاجات فهنا بتيجي تكملها هنا بس عشان تبقى عاملة المعادلة الكاملة بالزبط فبروح المقر وقدم في الناس التانية او الجامعات التانية اللي عاملة بس شهادة عن بعض وعادة ما بتكونش متعدلة في مصر دي بيبقى لها مقر او مكتب او جامعة وتروح هناك وتقدمي بورقك على طول يعني دلاتي لو انا عايزة ادرس بسا في فترة جات فيها كان معظم الطلبة بيسافر برا يدرس وقات المدرسة او وقات الجامعة دلاتي احنا نقدر نتعلم عن بعض نقدر احنا نشترك في المدرس دي من هنا في مصر وندرس وناخد الشهادة وممكن نعمل المواد المعادلة اللي هي مش موجودة زي التاريخ مثلا هو مش موجود التاريخ بتاعهم اللي انا هدرسه مفروض ندرس تاريخنا احنا بندرس تاريخ وجغرافيا بتاعتنا بندرس عربية دين زينا او بندرس تاريخهم مثلا سيا بيبقى دايما يعني مثلا بتروح تعودي في مدرسة ملطفية او بتوعدي في مدرسة خاصة لو جتي ترجاعي مصر بيقولولك ايه يا توب ايه انتي معفاة من العربية والدين والدرسات كتاريخ وجغرافيا او ان انتي بتدرسيهم في السفارة هناك تمتحنيهم في السفارة وبعد انت وانت رجعي بالشهادة بتاك الموضوع بسيط جدا وبيرجع بعد كده مصر انا كنت عايز اوصل معاكي للنقطة بتاعت ان انا خلاص خلاصت الجامعة رحت المقر قدمت وبتبقى الجامعات دي موجودة ضمن مكاتب التنسيق موجودة وبخش خلاص بختار الجامعة اللي انا باخدها هل في بقى معايير معينة هل في مسلا لازم يكون درسة حاجة معينة لازم يكون عندي لغات معينة بس ده مش الجامعة ده الكلية اللي انت بتختريها ده الترتيب اللي انا عايز امشي فيه انا الضواتي خلاص اخترت مثلا كلية هندسة يبقى لازم تكون فيه فيه مواد واخدها في 11 و12 او مثلا في سنة تانية وثالثة سنوي المواد دي هي اللي بتؤهلك لدخول كلية زي الهندسة والطب بنفس الموضوع احنا عاملينهم هنا في مصر ايه عاملين في العلمي علوم والعلمي رياضة والادبي اللي هو انقدر ندخل الكليات الادبية كلها تاريخ واداب والتجارة كمان عن طريق الادبية اول عني الحاجات الشهادات الانترناشنال ما بتبقاش كده بتختاري المواد تقدري تختاري المواد بس بيه ما يهلك لكلها معين طب دكتور سناتة عايز اعرف امتى نقدر نقول ان التعليم عن بعض هنا في مصر ممكن يكون موجود بقوة ويكون موجود بكفاءة عالية جدا وجودة كويس عاوزة وقت ما نحط المعايير ونطبقها وقت ما تتحط المعايير من الوزارات وتطبق على كل الجامعات بشكلها بنفس الطريقة عندنا الناس تعرف تفعل الموضوع ده طبعا 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 فكل ثقة طبعا طب انا اتمنى بجد ان الموضوع ده يكون موجود هنا استفيد جدا احنا كمصريين من قصة التعليم عن الموضوع ده مهم جدا ان يكون موجود في بلدها هو موجود بس مفيش الناس اللي اتفعلوا وانتي بتقولي انه في هم الاليات اللي تقدر مش معروف اوي اللي تقدر تطبق الموضوع مزفد تاوب نكونينا برضو لقاء آخر عشان نكمل موضوعنا في الموضوع ده ولو في أي حاجة جيدة حصلت أو طرعت على الموضوع برضو نتكلم فيها إن شاء الله مرسي على وجودك معنا ومشاهدين لسه مخلصناش لسه في فقرات تانية ولكن هنروح لتقرير سريعا جدا قبل الفقرة اللي جاية فيها على طول هيكون تقرير عن أقيم بدار الأبرا المصرية هو عن حفلة للفنانة إيناس عبدالدايم رئيسة هيئة دار الأبرا المصرية والفنانة مونة واصف عازفة الهار تارنشو فونر غام ماراتان